بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد هذا تعليق سريع على مناظرتي مع الملحد أحمد حرقان المناظرة مع أي ملحد بفضل الله عز وجل هي ورطة حقيقية لذلك الملحد فحين تهدأ النفس لتحرر الحقائق وحين يتوقف التشويش وتوقف الصراخ تبدو هذه الحقائق جلية دون جدال فقد شاء الله عز وجل أن ينتصر الحق إلى قيام الساعة بالحجة والبرهان ولن يستطيع أي ملحد أن يأتي بحجة واحدة في وجه الحق إلى أن تقوم الساعة قال الله عز وجل ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صورة النساء وهذا من فضل الله على عباده وأنا في مناظرتي مع أحمد حرقان تحديته أن ينتقد دليل واحد من الدلائل النبوة التي سقطها طوال المناظرة ولم يجرؤ بفضل الله عز وجل أن يعرب عن موصوف أو صفة أو ينتقد بكلمة واحدة أي دليل سقطه في حوار معه وغاية ما كان يقول أنه يستطيع الرد ولكن لن يرد ربما لأن ردود أحمد حرقان لا تنكشف على رجال فها هم الملاحدة في قمة حجدهم لنقض الإسلام وفي غاية حرصهم على تكذيبه تضيع أعمارهم ولا تستقيم لهم حجة ومع أول حوار حقيقي تزهق الشبهات وتطيش الخيالات ولا يبقى إلا الشتم والسخرية والسب ربما تعرفون ذلك الملحد الذي كان يعمل فيديوهات لشتمي وسبي والسخرية والاستهزاء وفي أول مناظرة لي معه بفضل الله عز وجل تحول إلى كائن هش هزيل ضعيف لا يستطيع أن يضبط حجة واحدة ولا يستطيع أن ينتقد برهان واحد وتحول بفضل الله عز وجل إلى شخصية انهزامية بنهاية المناظرة وسجل الملاحدة بأنفسهم اعترافهم بهزيمة الإلحاد على يده فأنت حين تنتقد أو تحاور ملحد وحين ينهار إلحاده لا يبقى له إلا الشتم المهم أن أحمد حرقان في مناظرة معه حاول أن ينتقد منهج علم الحديث منهج مصطلح الحديث منهج المحدثين ولا يعرف لجهله بالإسلام أن علم الحديث بلغ الغاية في الموضوعية فمصطلح الحديث حين نقول عن حديث أنه صحيح أو ضعيف أو موضوع أو منكر أو متواتر هذا المنهج الحديثي هو نحت إسلامي أصيل لمنهج عجيب لضبط كل كلمة وكل حرف سنداً ومتناً من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف منهج لضبط الأقوال في تاريخ الأرض وفي تاريخ الأمم مثل منهج الحديث في أمة الإسلام أما محاولة حرقان التقليل من شأن هذا المنهج فهذه مصيبة كما ذكرت في مناظرتي هذه كارثة الكوارث فأنا وأنت وكل مستمع الآن يسلم بأن 99.999 من ألف في المية من الحقائق التي نعرفها هي عن طريق أخبار نقلها لنا رجال نثق في صحتهم وفي صدقهم فأنا وأنت نسلم بوجود أينشتاين لأن أناساً نثق في صدقهم أخبرونا أن هناك شخص اسمه أينشتاين أنا وأنت نثق في صحة نظرية النسبية العامة لأن مجموعة صغيرة من الرجال اللي هي بعثة أرثر إدينجتون أثبتت هذه البعثة صحة النسبية العامة في الرحلة الشهيرة إلى جنوب أفريقيا مع أن بالمناسبة هذه البعثة عدد أفرادها لا يصل إلى حد التواتر ومع ذلك نسلم بما انتهت له هذه البعثة وحد التواتر في مصطلح الحديث عند المسلمين هو مجموعة من الرجال ينقلون واقعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون منتهى خبرهم الحس يعني مجموعة كبيرة من الأشخاص يشهدون واقعة معينة لابد أن يكون منتهى الخبر هو الحس يعني يشهدون هذه الواقعة يرونها بأم أعينهم ثم ينقلون هذه الحادثة وطبعا هذا الضبط لإثبات أن هذا الحدث متواتر لابد أن يكون هذه المجموعة من الرجال مما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فأنا عرفت أن أينشتين موجود عن طريق الإنترنت وعن طريق الأهل وعن طريق الأصدقاء وعن طريق المدرسة وعن طريق الإعلام فهذه مجموعة من الأشخاص تحيل العادة أن يتواطأ كل هؤلاء على أن يكذبوا علي فالتواتر الذي نقلت لنا به الكثير من أحاديث المعجزات هذا يفوق في ضبطه إيماننا بكل علوم الدنيا أحاديث التواتر في ضبطها تفوق في الاستدلال إيماننا بكل علوم الدنيا لأنها أحاديث نقلها مجموعة كبيرة جدا من الرجال يعني أحاديث نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم شرب منه وتوضأ ألف وخمسمائة صحابي وقالوا لو كنا مائة ألف لكفانة هذا الحديث كما يقول المحدثون هو حديث متواتر يستحيل أن يجتمع كل هؤلاء الأشخاص على الكذب في حادثة بعينها في مشهد بعيني أضف إلى ذلك أن طبعا أحاديث المعجزات لا تنتهي وهي كثيرة جدا والأحاديث التي نقلت بالتواتر من المعجزات هي أيضا كثيرة جدا وأنا في المناظرة ذكرت فقط حديثين وإلا فكتب الحديث ممتلئة بذلك في 150 حديث في إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في 37 حديث في العصم من المشركين في حديث حنين الجزع وهو حديث أيضا متواتر رواه جابر وابن عباس وابي بن كعب وسهل بن سعد وابي سعيد وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين حديث نقله عدد كبير من الصحابة وهو حديث معجزة وحديث أيضا كثيرة يعني المهم أن هذه الأحاديث نقلها مجموعة من الرجال يحرمون الكذب رضي الله عنهم ويرونه فاحشة فكيف يجتمعون على الكذب في أخبار كهذه وتتوافق أخبارهم بالمناسبة بعض الناس يقول هل صلب يسوع يعتبر تواتر؟ لا طبعا لأن الذين نقلوا الواقعة واقعة الصلب لم يشهدوا أصلا صلبه فلم يكن منتهى خبرهم الحس كما بينا في شرط التواتر فحديث مثلا نقل صلب يسوع لم يشهد واحد فقط من الذين نقلوا حادث الصلب صلب يسوع كما يقول الإنجيل فحينئذ تركه الجميع وهربوا لم يشهد واحد من تلميذ يسوع عملية الصلب إذن فهو حديث ليس حتى متواتر ولا أحد ولا حتى بضبط المحدثين يعتبر حديث صحيح ولا حتى ضعيف لأن الانقطاع في السند في الأنجيل يصل إلى عشرات السنين فهناك انقطاع وهناك عدم سهود للواقعة وهناك إرسال وهناك إعلال في كثير جدا وهذا بالمناسبة يعني كما نقول أنه لا توجد كلمة واحدة من فم يسوع تصل إلى مرتبة الحديث الضعيف عند المسلمين وهذا من فضل الله عز وجل على أمته فإذن أحاديث المعجزات إذا سلمت بصحة العلوم وبصحة وجودك فعليك أن تسلم بالقياس بصحة أحاديث المعجزات والقرآن بالمناسبة هو يحتاج بالقرآن ويقول أنا يحتاج بالقرآن وأيضا الأشخاص الذين نقلوا القرآن هم الذين نقلوا هذه الأحاديث الأشخاص الذين نقلوا القرآن بالتواتر وهو منقول بالتواتر نقلوا الكافة عن الكافة نقلوا أيضا بعض هذه الأحاديث المتواترة أيضا نقل الكافة عن الكافة ولذلك أنا في المناظرة وهو غضب من هذه الكلمة أنا أسخف جدا أي ملحد يأتي بشبهات في كتب الأحاديث أو في كتاب الله عز وجل لأن نفس هذه الكتب تحتوي على أدلة على أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات النبوة فإذا سلمت بالشبهة سلمت ببقية الأحاديث وماذا والحال أن أحاديث المعجزات هي أعلى سندا بكثير جدا من كل شبهات الملاحدة مجتمعة فأنت لو وضعت كل شبهات الملاحدة في كفة وحديث نبع الماء من بين أصابعي صلى الله عليه وسلم في كفة لرجحت كفة هذا الحديث لو وضعت حديث أم حرام بنت ملحان وهو حديث في البخاري ومسلم لو وضعته في كفة ووضعت كل شبهات الملاحدة في كفة لرجحت كفة حديث أم حرام بنت ملحان وهذا الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حرام بنت ملحان ستركب البحر في سبيل الله وستكون هي أول شهيدة في غزاة البحر وقد كان كما أخبر صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمار بن عفان وماتت رضي الله عنها شهيدة ودفنت في قبرص وجامعها جامع أم حرام معروف إلى اليوم في قبرص والحديث في البخاري ومسلم طبعا المسألة يعني يستحيل أن نجمع حديث المعجزات كما قلت في المناظرة ولو أعطينا عمر الكون كله فأدلة النبوة لا تنتهي المهم والشاهد من كلامي أن محاولة التشكيك في المنهج الحديثي هي محاولة للتشكيك في العقل والمنطق ونقل العلم المادي محاولة التشكيك في مصطلح الحديث هي لعنة على كل معرفة لكن الملحد لا يملك إلا التشكيك وإلا لنهار إلحاده المهم أن أحمد بفضل الله عز وجل عجز تماما عن نقد دليل واحد من دلائل النبوة وفشل بفضل الله عز وجل في تحرير أي شبهة وتدخل ليث منظم المناظرة ولم تشفع تدخلاته بحمد الله في أي شيء بل زاد الورطة الإلحادية زهوقا لكن ربما في بعض النقاط أنا لم أذكر مصادرها في أثناء المناظرة لضيق الوقت ولعدم إحضار المراجع أمام عيني لكن سريعا ذكرت في المناظرة معجزة انشقاق القمر وقلت أنها متواتر كما ذكر ابن كثير والآن أنقل لكم مصدر ما أقوله معجزة انشقاق القمر من المتواتر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة القمر في المجامع الكبار كالجمع والأعياد ليسمع الناس ما فيها من معجزاته صلى الله عليه وسلم وكان يستدل بمعجزة انشقاق القمر على صدق نبوته قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها البداية والنهاية مجلد ثلاثة صفحة 118 إذن معجزة انشقاق القمر هي من المتواتر طيب ليس في مقدمة المناظرة وأنا صراحة يعني كانت هناك مشكلة في البرمجة فتأخرت بعض دقائق عن دخول المناظرة قال ليس في المقدمة أن هناك قاعدة ذهبية تقول لا أفعل للآخر ما لا أريد أن يفعل به طبعا هذه المقدمة هي في الأصل وفي الأساس ميراث إسلامي قال رسول الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم حديث متفق عليه لكن لا أفعل للآخر ما لا أريد أن يفعل به هذه لها قيود ولها ضوابط فإذا الآخر استحل بيتي أو مالي أو أهلي فهنا أصبح ليس في حكم الرجل الذي له مثل حقوقي وهكذا فهذه القاعدة لا تطلق هكذا ولكن لها قيودها ولها ضوابطها وهذا يعرفه العقلاء جميعا لكن فقط أوت أن أوضح هذه النقطة أيضا حرقان في مداخلته الأخيرة وطبعا بالمناسبة أنا بعد المداخلة الأخيرة أكملت كلامي وتركني ليس أكمل كلامي وتكلمت حوالي عشر دقائق كاملة بعد المناظرة لكن فوجئت بعد رفع أو بعد انتهاء المناظرة أن أحمد حذف هذه العشر دقائق الأخيرة أو وقف برنامج الهانج أوت ويعني ما تبقى من الوقت كان على هامش المناظرة ولم يكن داخل شريط المناظرة وحذفه أحمد المهم أن أحمد في المداخلة الأخيرة له قال وأنا بالمناسبة عندي تسجيل لهذه العشر دقائق يعني تسجيل صوتي المهم أن أحمد قال في آخر مداخلة له أن دولة السويد ملحدة وطبعا هذا قمة الجهل دولة السويد ليست ملحدة وأنا قلت هذا الكلام بعد انتهاء المناظرة لكن للأسف الشديد أحمد لم يسجله ضمن المناظرة دولة السويد ليست ملحدة دولة السويد علامها الصليب وهي دولة ملكية دستورية وهي بالمناسبة من أكثر دول العالم جريمة على الإطلاق السويد في 2009 هي دولة الاغتصاب رسميا في أوروبا أكثر دولة في أوروبا اغتصاب في أوروبا كانت السويد فلماذا الملاحدة كثيرا يتحدثون عن هذه الدولة أيضا قال أحمد أن كثير من الدول دخلها للحاد مثل ألبانيا طبعا هذا كلام قديم جدا من أيام أنور خوجة عليه من اللهم يستحق حين تبنى المدرسة الشيوعية وحكم ألبانيا وبالفعل قام بهدم 2169 مسجد وكنيسة كما هو مسجل في الوثائق وقام بتحويل كاتدرائية السكودرة الكبرى إلى قاعة للألعاب الرياضية هذا هو الإلحاد حين يحكم لا يستطيع الإلحاد أن يقبل الآخر ولا أن يستوعب الآخر الإلحاد لا يقبل أي نسق مخالف للنسق المادي الإلحادي فالأمثلة التي ذكرها أحمد هي صادمة وكارثية أيضا أحمد قال في آخر مدخلة له أنه مطمئن لكفره وهذا أخبر الله عز وجل به في كتابه العزيز رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها سورة يونس فاطمئنان لكفره هذا يعني يجعلنا ننزعج عليه هو فقط لأكثر نسأل الله أن يهدي الملحدين وأن يصلح قلوبهم أيضا ليس في حوار معه طلب رقم الحديث في صحيح مسلم أكثر من مرة وصراحة الحديث الذي أنا ذكرته الخاص بالوليد بن المغيرة في قود الله عز وجل سنسمه على الخرطوم طبعا أحمد كان يظنها لجاهله شبهة وأثبت أنها معجزة لأن الله أخبر أن الوليد بن المخيرة سيخطم على وجهه أو على أنفه بمعنى أدق وبالفعل هذا ما حدث كما أخبر ابن عباس في تفسير البغوي للآية قال ابن عباس وقد فعل ذلك يوم بدر أي خطمة على أنفه بالسيف طبعا قلت بعد ذلك أن الحديث في صحيح مسلم وبالفعل الحديث في صحيح مسلم قال ابن عباس خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت صحيح مسلم رقم الحديث 1763 لكن لم يذكر في صحيح مسلم أن هذا الذي خطم على أنفه وشق وجهه هو الوليد بن المغيرة لم يذكر اسمه ولم يذكر من هذا الشخص لكن ذكر في روايات أخرى أن هذا الشخص الذي خطم أنفه هو الوليد بن المغيرة المدهش والمضحك في الأمر أن أحمد يقول الحديث مرسل وهذه أيضا أحد المصائب الكبرى لأنه بسبب جهله بالإسلام لا يعرف أن مرسل السحابة بإجماع جماهير أهل العلم حديث صحيح طبعا هذه مسائل حديثية لها ضوابطها عند أهل العلم لكن هو لا يعرف شيئا من ذلك في المناظرة أيضا أنا ذكرت أن عمر الأرض هو ثلث عمر الكون عمر الكون 13.5 من 10 أو 6 من 10 أو 7 من 10 بهامش خطأ يعني كما هو مكرر عند الفلكيين المهم الشاهد أن عمر الكون 13.7 من 10 تقريبا مليار سنة عمر الأرض 4.6 من 10 مليار سنة يعني بالضبط عمر الأرض تلت عمر الكون وهذا ما أخبر الله عز وجل به في كتابه العزيز أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وخلق الأرض في يومين قال الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين إذن هذا نص قاطع على أن الأرض خلقت في يومين وهذا نص قاطع يكفي وحده لإثبات أن رسالة الإسلام هي التي أوحى الله عز وجل بها وهي التي ارتضاها لعباده وأن الذي خلق السنوات والأرض هو الذي أوحى بكتابه سبحانه فمن هذا الذي يعرف في بادية سحراوية أن عمر الأرض ثلث عمر الكون إلا بخبر السماء إذن هذه الآية نص قاطع على أن الأرض خلقت في يومين أي ثلث عمر الكون ملحد غبي وأنا أقول غبي لأنني أعرف معرفة قديمة وهو يعمل في المناجم ويزعم أنه يعني يدرس ميكانيك الكام ولأدر ما علاقة المناجم بميكانيك الكام المهم أن هذا ملحد الغبي قال ماذا سيكون الأمر بعد مليار سنة أو ما إلى ذلك طبعا لا يعرف الغبي أن الله أخبر بأنه خلق السموات والأرض في ست أيام وخلق الأرض في يومين أخبر به نبيه السلم من 1400 سنة أخبر بما حدث وليس بما سيحدث بمنتهى البساطة رضي في كلمتين المهم بعض الملاحظة أيضا قالوا نحن لو أكملنا الآيات سنجد أن الله عز جل يقول وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين طبعا لا يعرف الملاحدة أن تقدير الأقوات في أربعة أيام هو إعجاز آخر لأن تقدير الأقوات في الأرض بالمعادن وبالثوابت الفيزيائية وبنسب وجود العناصر في الأرض هذا التقدير يتم بالفعل منذ اللحظة التي كانت فيها الأرض داخل مادة السماء وكانت تتلقى هذه الأقوات من السدم ومن النجوم وما إلى ذلك فالأرض كانت داخل مادة السماء باتفاق العلم وباتفاق القرآن أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما كان متداخلين ثم انفصلت الأرض وخلقها الله عز جل في يومين إذن تقدير الأقوات بالفعل كان منذ اللحظة التي كانت فيها مادة الأرض سابحة وهائمة ولم تنفصل ولم تتميز بعد عن مادة السماء بل كانت مشتتة مبعثرة في مادة السماء فتقدير الأقوات كان منذ أن كانت الأرض داخل مادة السماء إذن هذه القضية لو تدبرها ملحد أيضا لثبت له أن النظر القرآني في خلق السماوات والأرض في كتاب الله عز وجل يقطع بأن هذا الكتاب هو من الذي خلق السماوات والأرض وصراحة يعني هذه المسألة كثيرة التشعبات وحرقان طرح شبهة في مناظرة عن هذه المسألة أغطش ليلها وأخرج ضحاها وطبعا لم يكن يعرف الجاهل أن الليل ما كان موجودا حين كانت الأرض داخل مادة السماوات أصلا فلم يكن هناك ليل وبالفعل الليل ظهر فجأة حيث كانت الأرض داخل مادة السماوات وفي لحظات الخلق الأولى كانت النجوم طبعا الطاقة عالية جدا والإضاءة شديدة لم يكن هناك تمايز ولم يكن هناك ليل ولا نهار فهذا أيضا دليل آخر أنا فصلت هذه المسألة في أثناء المناظرة وهذا أيضا دليل آخر على أن الذي خلق السماء والأرض هو الذي أوحى بكتابه سبحانه في الأخير نقطة الأحرف السبع والقراءات العشر وما إلى ذلك طبعا الأحرف السبع هي اختلاف في بناء الحرف يعني التشكيل الخاص بالحرف وهذا يعود إلى اختلاف صليقة العرب في النطق وهذا يعني أنه لا توجد كلمة واحدة تختلف في الأحرف السبعة فقط بناء بعض حروف الكلمة يعني تشكيل بعض هذه الحروف أما الكراءات العشر فالكراءات تختلف فقط في طريقة النطق من حيث السرعة والأداء وجميع الكراءات العشر توافق المصحف الذي جمعه عثمان بن عفر رضي الله عنه كما أخبرت في مناظرتي فهي توافق رسم المصحف وليس فقط المصحف فقط بل ورسم المصحف أيضا لكن الاختلاف في سرعة نطق الحرف وطريقة أداء الحرف تعطي لكل كراءة مظهر جمالي مميز وإعجاز مميز خاص بكل كراءة فالكراءات العشر كما قلنا هي طريقة نطق الحرف والأحرف العشر هي تشكيل الحرف لذا في جميع الكراءات العشر وفي جميع الأحرف السبع لا توجد كلمة واحدة كلمة واحدة من الكلمات غير موجودة أو مضافة في القرآن كله بل الاختلاف في النطق أو التدوير أو التشكيل طيب سيدنا عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب حين استمع لأحد هذه الأحرف السبع تعجب لأنه لم يكن يستمع لهذه الطريقة من قبل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا فبكل أنزل أي أن القرآن نزل على سبعة أحرف قال لله السلام اقرأوا فبكل أنزل أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة بهذه الطريقة ومرة بتلك الطريقة وهذا من الرحمة وهذا من الرحمة لأن لهجات العرب ما كانت تستقيم إلا بترائق معينة في النطق وترائق معينة في طبيعة الصليقة الخاصة بالعرب لكن القرآت السبعة كلها الأحرف السبعة كلها والقرآت العشر كلها متواترة وكلها منقولة نقل الكافة عن الكافة وهذا يقطع جهيزة كل ملحد الحمد لله رب العالمين ما استطاع أحمد أن تستقيم له شبهة ما استطاع أن يرد على دليل من أدلة الإعجاز نسأل الله أن يجعل مثل هذه المناظرات هداية لمن يريد الحق ولمن يبحث عن الحق فالحق أبلج الباطل لجلج الأعمار قصيرة لا تصفصت يا من تستمع لا تجعل مما لم تحت بعلمه كفرا وتكفر بالله عز وجل كونك لم تفهم مسألة أو لم تستوعب نقطة بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله صدق الله العظيم حاول أن تتعلم وأن تفقه دينك فالحمد لله رب العالمين الدين متين والحق ظاهر والباطل زهوق لكن فقط تدبر وقرأ وابتعد عن معاطن الشبهات حتى يستقر لك الحق وتستوعبه وتنضبط عندك الأدلة فالذي لا يتكن البحر أو لا يتكن السباحة لا يقترب من البحر نسأل الله عز وجل أن يصلح القلوب وأن يسدد الأعمال وأن يهدي النفوس والسلام عليكم ورحمة الله شكرا